كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد من أعظم كتب العقيدة وأفضلها التي تلقاها العلماء بالشرح والتعليق والحواشي والمختصرات والملخصات للإمام الدعوة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وهذا الكتاب عندي بعض الشروحات له وبعض الحواشي والتعليقات أردت أن أعرضها على المتابعين منها شرح تيسير العزيز الحميد للشيخ سليما بن عبدالله آل الشيخ رحمه الله تعالى فعتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى وهذا الكتاب من أفضل الشروح وضمها وأجلها وقضتنا عليه كثير من أهل العلم أيضا قرة عيون الموحدين وهو أيضا للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ حاشي على كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى الجديد في شرح كتاب التوحيد لشيخ محمد بن عبدالعزيز القرعاوي أيضا القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى القول المفيد على كتاب التوحيد لتلميذه النجيب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أقصد تلميذ الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أيضا الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظ الله تعالى وهذا الكتاب مختصر هناك كتاب كبير في الشرح وعظيم في النفع وجليل في القدر وهو إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد وهو في مجلدين أيضا التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى وأيضا حلية المستفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله تعالى وآخر ما لدي شرح ثلاثة الأصول وشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد عيز البداح حفظه الله تعالى هذا ما لدي وهناك شروحات أخرى للشيخ ابن باز والشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى وأيضا هناك شرح خرج قريبا للشيخ الغنيمان حفظه الله تعالى عبدالله الغنيمان حفظه الله تعالى وغيره من الشروحات والتعليقات والحواشي والمختصرات والملقصات لهذا الكتاب العظيم فرحمة الله على الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة واسعة